موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين مليون واربعمائة الف طفل مهددون بالمجاعة من اليمن الى جنوب السودان فنيجيريا والصومال هيئات غزة التجارية تحذر من قضايا اسرائيل على ما تبقى من اقتصاد القطاع وتدعو الى الانفتاح على الدول العربية موسيقى وفي النشط ايضا الصين تركز على اسواقها المحلية لتعزيز الاستهلاك والحفاظ على مستوى نمو عال موسيقى اهلا بكم مليون واربعمائة الف طفل يواجهون خطر الموت جوعا في اربعة بلدان بسبب المعارك والحروب او بسبب ارتفاع اسعار الاغذية ومنظمة اليونسف تطلق نداء عاجلا للحصول على التمويل لانقاذهم ما زال انقاذ الارواح ممكنا اذا تحرك العالم لجمع ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار تحتاجها منظمة يونسف الاطفال في كل من نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن يعانون نقصا في الغذاء والدواء اللازمين للنمو السليم وقد تشتد الكارثة في ضوء استحالة وصول وكالات المساعدات الى الضحايا استنادا الى ما ورد في تقرير منظمة يونسف واظهر التقرير ان 462 الف طفل في اليمن يعانون سوء تغذية حادا وذلك اثر احتدام الحرب المستمرة منذ عامين بينما يبلغ العدد 450 الفا في شمال شرق لجيريا حيث تنشط جماعة بوكو حرام المتطرفة في جنوب السودان يعاني اكثر من 270 الف طفل سوء التغذية اما في الصومال فان 185 الف طفل يواجهون خطر المجاعة جراء الجفاف وقد يبلغ عددهم نحو 270 الفا في غضون بضعة اشهر وفق المنظمة الاممية انها الاثار البعيدة المدى للصراع المستمر في البلاد الذي ترافق مع ازمة اقتصادية حادة وارتفاع ملحوظ في الاسعار العالمية للغذاء وتراجع في الانتاج الزراعي هذه العوامل كلها ادت الى اختلال الامن الغذائي لدى 42% من اجمالي سكان دولة جنوب السودان نسبة 42% من اجمالي السكان تعني ان 4 ملايين وتسعمائة الف شخص يعانون العدام الامن الغذائي في الوقت الراهن الا ان التوقعات تحذر من ارتفاع العدد الى 5 ملايين وخمسمائة الف شخص بحلول تموز يوليو المقبل في محاولة للحد من انتشار مرض شلل الاطفال في اليمن انطلقت حملة وطنية للتحصين ضد شلل الاطفال تتهدف اكثر من 4 ملايين ونصف مليون طفل والتحدي الاكبر للهيئات والمنظمات الصحية والانسانية هو الوصول الى كل طفل ولسي من المناطق التي تشهد صراعات ومواجهات احمد زبيب هذه الطفلة اليمنية بدأت تأخذ لقاحات التحصين ضد شلل الاطفال ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الاطفال في اليمن هذه الحملة تستهدف اكثر من 500 الف طفل في امانة العاصمة وحدها والهدف الوصول الى كل طفل اليوم بدأت تشهد الحملة الوطنية لاستعصال شلل الاطفال من العشرين حتى الثاني والعشرين من هذا الشهر وعدد المستهدفين في امانة العاصمة ما يقارب 538 الف طفل دون سنة الخامسة اوصي واشد على الاولياء الامور على الاسراع في تحصين اولادهم ضد هذا المرض القاتل الاهتمام بانجاح الحملة كان واضحا فحكومة الانقاذ الوطني حذرت بجميع وزرائها عند انضلاق الحملة في تعبير عن اصرار حقيقي على الوصول الى كل طفل في ظل اجواء الحرب المستقبل بالنسبة لنا هما الاطفال والشباب وأبناءنا ولذلك علينا في هذه اللحظات ان نتخلى عن اصراعنا بكل ما تعمل الكلام معنا الحملة تستهدف اكثر من 4 ملايين و500 الف طفل في جميع محافظات اليمن والتحضيرات جاءت للوصول اليهم جميعا بالتعاون مع منظمة اليونس في الصحة العالمية في محاولة لابعاد شلل الاطفال عن اليمن ولسيما بعد انتشار امراض سوء التغذية وغيرها من جراء الحرب شلل الاطفال مرض انتهى تقريبا من العالم فضل 3 دول والحمد لله اليمن مع كل التحديات الموجودة لا تزال دولة خالية من مرض شلل الاطفال والجولة التطعيمية دي مقصود منها المحافظة على ذلك شهدت الحملة تجاوبا كبيرا من المواطنين ولسيما انها ستصل الى كل منزل في تحرك متواصل للحد من انتشار هذا المرض في المستقبل بدأت الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الاطفال هنا في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات ورغم الحرب والحصار استطاعت وزارة الصحة اليمنية استكمال التحضيرات اللازمة لانجاحها للحفاظ على صحة ملايين الاطفال احمد محمد زبيب صنعاء الميادين تخطط السعودية لاعتماد بورصة نيويورك لادراج اسهم شركة النفط الوطنية ارامكو السعودية بينما تدرس خيارات اخرى مثل لندن وتورونتو صحيفة والد سريت جورنال نسبت الى مصادر مطلعة قولها ان المسؤولين السعوديين اجروا محادثات ايضا مع بورصات في سنجافورا هونغ كونغ توكيو وشانجهاي لكن من المستبعد ان يدرجوا اسهم الشركة في اي منها والادراج يأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير اقتصاد البلاد وتنويع الموارد المالية بعيدا عن النفط كشف رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة في الاردن ناصر الشريدة عن مشاريع جديدة ستقام في منطقة العقبة بهدف تنشيط السياحة ودفع الاقتصاد والاستثمارات واشار الشريدة الى ان الانطلاقة الجديدة تهدف ايضا الى تسريع انجاز المشاريع السياحية التي تعطلت بسبب الازمة الاقتصادية العالمية مشيرا الى ان الانطلاقة الجديدة ستركز على جذب الزوار الاجانب الى العقبة والاماكن السياحية في الاردن باتت شركة روسنافت الروسية اولى شركة نفط كبيرة تبرم اتفاق تمويل مسبقا لشراء صادرات الخام من اقليم كردستان العراق بموجب اتفاق حتى عام 2019 الرئيس التنفيذي للشركة ايغور سيتشين قال ان شركته تتطلع الى تطوير اسواق جديدة للنفط الخام من كردستان العراق والذي ستحصل عليه لمصطحة نظام التكرير المتنامي في الشركة من جهته قال وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان ايش تي هورامي ان الاتفاق يفتح الباب امام احتمالات جديدة للتعاون بين الشركة الروسية والاقليم وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اتفاقا لشراء النفط من رسنافت الروسية في الوقت الذي تتطلع فيه الى تشجيع الاستثمارات الاجنبية وتعزيز انتاج البلاد وقعت المؤسسة مع الشركة الروسية اتفاقا ايطاريا للتعاون قالت انه يؤسس لاستثمارات من قبل رسنافت في قطاع النفط الليبي ويشمل تأسيس لجنة عمل مشتركة بين الشركتين لتقييم الفرص في قطاعات مختلفة من بينها التنقيب والانتاج توقع الامين العام لمنظمة اوبك محمد باركيندو هبوط المخزون النفطي هذا العام مع سعي المنظمة الى تعزيز الالتزام باتفاق فيينا لخفض الانتاج وقال باركيندو ان بيانات الانتاج لشهر كانون الثاني يناير الماضي تظهر التزام الدول المعنية بنسبة تفوق 90% وتقلص انتاج اوبك بواقع مليون ومئتي الف برميل كل يوم ما قد يساعد على دعم اسعار النفط التي تقترب الان من 57 دولارا لبرميل النصف اكدت الهيئات التجارية في قطاع غزة ان اسرائيل تهدف الى القضاء على ما تبقى من اقتصاد القطاع عبر سياساتها العدوانية المتمثلة في اعتقال التجار وصحب تصاريحهم وايقاف عمل شركاتهم يوما بعد اخر تطبق اسرائيل حصارها على قطاع غزة لتخنق الاقتصاد اكثر من الفي تصريح لتجار ورجال اعمال سحبت من قبل سلطات الاحتلال خلال العام الماضي وحده وفق ما كشفت عنه الغرفة التجارية الفلسطينية واعتقل عشرات التجار على معبر بيت حنون ايرز شمال القطاع بتهمة التهريب والتعامل مع المقاومة اتهامات نفتها الهيئات التجارية في غزة مؤكدة ان اهدافها واضحة كالشمس استهداف التجار ورجال الاعمال يأتي ضمن سياسة اسرائيل بشأن حرب اقتصادية على قطاع غزة في اطار ضرب ما تبقى وتدمير ما تبقى من اقتصاد قطاع غزة المدمر اسرائيل اوقفت ايضا عمل اكثر من 200 شركة كبرى من خلال حظرها استيراد البضائع تصرفات ترى جمعية رجال الاعمال لانها تهدف الى تعميق تبعية اقتصاد غزة للاحتلال اقتصاد تقول اللجنة الشعبية لفك الحصار انه اخذ بالتدهور في ظل ممارسات اسرائيل العدوانية وصمت العالم عنها مطلوب من العالم اليوم ان يمارس ضغط حقيقي على الاحتلال الاسرائيلي لانهاء الحصار انهاء الحصار يعني فتح كل المعابر دون اي قيود بطار غزة ميناء غزة الممر الامي بين غزة وضفة غربية كل هذا يجب ان يعمل دون اي اعاقة اسرائيلية ويرى متابعون ان التخلص من التبعية الاقتصادية للاحتلال صعب في هذه المرحلة الا انه يمكن ان يتحقق تدريجيا عبر الانفتاح التجاري على العالم العربي ما ينعش قطاع التجارة في المستقبل دون ما اي رادع تواصل اسرائيل اعتقال تجار القطاع وسحب تصاريحهم متسببة بمزيد من الشلل للقطاع الاقتصادي الذي يعاني اصلا من اثار العدواني والحصار وهو ما يتطلب موقفا دوليا عاجلا للضغط على اسرائيل لانهاء الازمة احمد انم غزة الميادين اكد وزير التجارة الصيني جاو هوتشينج ان بلاده ستحافظ على وطيرة النمو القوي للاقتصاد خلال العام الحالي من خلال تعميق الاصلاحات الهيكلية المتعلقة بجانب العرض جاو اشار الى تحول نمط الاستهلاك للصينيين حيث بات المواطنون يشترون السلع الاعلى جودة والاعلى سعرا تحدث وزير التجارة الصينية عن الدور المحوري للاستهلاك المحلي في تعزيز النمو الاقتصادي وهو اتجاه سيستمر حتى عام 2020 الاستهلاك المحلي اصبح محركا رئيسيا للاقتصاد الصيني منذ عام 2014 حيث ساهم في نمو اجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي بنسبة 64.6 بزيادة قدرها 4 نقاط و19 مئوية مقارنة بمساهمته في العام السابق طلب رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازناف خلال زيارات رسمية الى الصين تستمر ثلاثة ايام من بكين ان تبدي المزيد من الانفتاح على المنتجات الفرنسية والاوروبية مدينا الانطوائية والحماية كازناف في خطاب لها امام طلاب جامعة بكين دفع عن فوائد العولمة والحاجة الى عادة التوازن والتعامل بالمثل في العلاقات التجارية مع الصين رئيس الوزراء الفرنسي شد ضائدا على تمسك فرنسا بالتبادل الحر واشار الى فوائد العولمة مؤكدا ان بلاده ترحب بالاستثمارات والطلاب والسياحة الصينيين هذا كان الختام نشكر لكم حسن المتابعة الميدين دوت نت للمزيد الى اللقاء اشتركوا في القناة